وأن تتمر بأحد شوارع العاصمة وأنهجها ستعترضك على غير العادة لافتات عملاقة كتب عليها ما يلي طلاق القرار قرارك ونحن نتم الإجراءات هذه اللافتات تضمنت موقعاً إلكترونياً يكفي أن تزوره حتى تجد الإجراءات المتبعة وكيفية إتمام عملية الطلاق الحادثة أغضبت المحامين الذين اعتبروا أن من شأن هذه الإعلانات أن تشجع على الطلاق من جهة وأن تستوى على دور المحام في التقاضي من جهة أخرى سنتشكى جزائياً للكشف النأس ذم ويتحالوا على الجزائرين لجزائهم باعتبارهم خالفين القانون مخالفة كاملة وأيضاً قضية استعجرية مثلاً أخرى لرفع هذه اللافتات لتفادي هذه الظرر اللافتة فقط أصحاب هذه الشركة الجديدة عرفوا أنفسهم بأنهم مجموعة من الخبراء في عديد المجالات وأن هدفهم توعية الشباب القادمين على الزواج بأهمية اختيار شريك الحياة أمر استهجنه بعض التونسيين وربطوا ما يحدث بتدهور الوضع الاجتماعي وسائل الاجتماعية عندها سبب كبير في الطلاق من الأعلانات نظراً للعوامل الاقتصادية المرأة تجد ما تلحق تخدم والراجل يخدم فهمتوا أما المختصون فقد فسروا المسألة بالتغير العمراني الذي تشهده البلاد وتفاكك الروابط الأسرية إلى جانب بالطبع تفاكك الروابط الأسرية ووجود روابط أخرى ابتعاد محيط الأسرة عن بعضه ابتعاد العائلات عن بعضه وحتى الجيران يعني تغير كامل للعمراني البشري في تونس ورغم أن نسبة التلاقي في تونس تعد من الأرفع عربياً ودولياً إلا أن مثل هذه المسائل تبقى وليدة التحولات التي يعرفها المجتمع التونسي والحسم فيها يعود إلى القضاء لا تعكس أعلانات المساعدة على التلاقي الاستثمار في مشاكل العائلات التونسية والاعتداء على مهنة المحامات بقدر ما تعكس ارتفاع عدد حالات التلاقي والتفكك الأسري الذي صار يعاني منه التونسيون جراء مشاكل اقتصادية واجتماعية طارئة وفق المختصين وليد عبدالله العربية تونس